ونختم مع كارلوس كيروش نختم أخبارنا عندي فقرة مهمة جدا أولاقتها مهمة جدا حابب أعرضها على حضراتكم النهاردة من كاس ألمانيا كارلوس كيروش بس خلينا نتكلم عن كارلوس كيروش شوية المدير الفني المنتخب مصر طالب النهاردة من كابتن واي الجمعة أنه لعابتنا المحترفة في الخارج يكون أقصى موعد لانضمامها لمعسكر المنتخب المقبل قبل لمطش السنغال يكون يوم 21 مارس والأسماء اللي قلت لحضراتكم من واقع اختياره عليها هم خمسة محمد صلاح وإنني وعمر مرموش ومصطفى محمد وتريزي جي وقال كابتن واقل أنه ممنوع أي اعتذار من أي نوع وأين كان السبب أنا محتاج للعابة دي تكون موجودة معايا في المعسكر يوم 21 كل التوفيق لمنتخبنا ومرة تانية بكرر بالمناسبة يعني المناجدة أو الرسالة اللي ممكن أوجيها لأي مسؤول أعتقد أنه منتخب مصر في حاجة مسة جدا لجمهيره في المبارادي وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن أستاذ القاهرة يبقى مليان ممكن الحقيقة يكون داعم كبير جدا فريق في مواجهته الصعبة